اشتركوا في القناة فنحن قبل التحديث ندخل على مساحة التخزين المساحة لازم تكون هاي المساحة الغير المستخدمة انا 64 الذاكرة والمساحة 53 اللي بيها فعندي تقريبا 10 جيجا مساحة غير المستخدمة التحميل راح يكون كل جزين والتحديث ما بيه اي مشاكل فراح قبل التحديث لازم يكون عندك شبكة واي فاي والهاتف على شحن اذا كان تحت الخمسين واذا كان فوق الخمسين عادي راح حدث وحده فانت راح تنزل هنا تسوي تنزيل وتثبيت بالاسفل التحديث جيجا ونص يعني شوية كبير التحديث بشغلات هواية فاللي حاب هنا معلومات عن التحديث لح يدخل على المعرفة المزيد فهنا راح ينطيك الشغلات شير بلاي وشغلات بالكاميرا خاصة بعيفون 13 وبطاقات كوفيد ايضا والترجمة لغة صينية زادت للشغلات اللي حاب يدخل يشوف هذولا الشغلات انا بعد ما شفتش شغلات باختصار بس هذا التحديث يكون عن هالطريقة غير هالطريقة ما فيه ولا تحثون غير من هنا فطبعا بدون رابط راح تنزل تنزيل وتثبيت تم طلب التحديث هذا التحديث راح يطول عندك بحدود نص ساعة الى ساعة الى ان يجيك التحديث فبعد ما تحدث راح يجيك هل ترغب بالتحديث فتقول له نعم فراح يطفي الجهاز ويرجع يشتغل من جدة وجديد هذا هو كل التحديث همشي تكتبون اليميل ادرسه تحطوه عندكم بورقة ثانية مال كل شي والباسورد مالتهم مثلا مال الياهو او مال جيميل هذولا كلهم تحطوهم بورقة وايضا الابل ادرس لازم يكون هو والباسورد خازنا انت بمكان بورقة حاطة لانه على غفلة اذا قفل ترى مرات يريده فيعني لا تقوله ما قال لان كثير قال لولي ليش ما تقول مرة واحد قفل عنده طبعا انا ااسف لانه ما كنت ذكره ما كان يطلبه بس طلبه عدة اثنين واني مرة هم طلبه من عندي فهسا نقوله انه لازم تحط الابل ادرس بمكان تقدر توصله بس تطلعها ورقة وتعيدها هذا كل التحديث لا تنسون شبكة واي فاي والشحن فوق الخمسين اوكي او على الشحن وتحدث ومساحة اقل شي 10 جيجا وحدث على مسؤوليتي ان شاء الله كل شي ما يصير اتمنى استفاديتوا لا تنسوني باشتراك و لايك وتفعيل الجرس حتى يوصلكم كل شي جديد من عندي مع تحياتي من برلين عاصمة المانيا مع السلامة اي سؤال او استفسار كتبوه بالرسائل ارجو اعرض عليه وشكرا للجميع مع السلامة اشتركوا له ترجمة نانسي قنقر